اهم حاجة في النادي الافريقي اليوم هو وجود السيد هذا الداعمة جديد الامريكي النادي الافريقي عشر سنين وهي هسي اقتغرب الاخر اعتقد انه مستوى البطولة التونسية متاعنا ما يستحقش انه يكون موجود جوارديولا لانه تعرف سليم الرياحي وقت اللي جاء 2012 جاء محملا بالمال داروا بيه ولاد بسم الله وتعرفوا شنو صار من بعد اعتقد انه على ادارة النادي الافريقي انها تكون منتبهة باش ولاد بسم الله ما يلقاوش مكان النادي الافريقي تنجم تقول نعرش هنا لفين ومان غزة في العالم كذا باللي بيش يقول انه النادي الافريقي العام جاي تكون مطالبة بلا قبل مثال اشنا نمشو في صلب موضوع النادي الافريقي وشايفا قاعدين نسمعوا فيها خبار وكواليس فما تغيرات كبيرة في النادي الافريقي ارايك انتي الحقيقة محبوة كذلك كنت في الادارة متواجد ديما كاميل بالخنيل متواجد والحمد الله اعطينا ارايك في النادي الافريقي في الايام القليلة القادمة وخاصة الممرن جديد اللي انت تبدله النادي الافريقي كان مصاعد مدرب في الريال مدريد مع زيدان اعطينا انتباعتك هو الاهم حاجة في النادي الافريقي اليوم هو وجود السيد هذا الداعم ذي الجديد الامريكي اللي اعتقد انه وجوده بشي يقضي على المعضلة اللي كعتعاني منها النادي الافريقي طوى عشر سنوات وهي معضلة الديون لانه النادي الافريقي عشر سنين وهي هسيق تغرق الاخرى يعني الديون تخلص مجموعة وانبعد ترقد اللي زنتيري متاع المجموعة الاخرى يكبر ونرجعوا للكاس دي بار نعاوضوا منه الجديد خطر تعرف الخطايا متاع الفيفا الكونتور يدور بشكل كبير ويدور فيسع دونك هذا يخلى انه معضلة هديم النادي الافريقي يعيش في دوامة متاع الديون جاء السيد هذا لانه اهم حاجة انك بشتخدم دون سيريني تاي لزمك تكون ما عندكش مشاكل السيدة ذا يخلص الديون بدا تقول الخطوات بانتداب المدرب هدايا اللي هو معندها فرنسي الجنسية وكان مساعد لزين دين زيدان في ريال مدريد عنده محطات تدريبية اخرى اعتقد انه الحقيقة طوى الناس قاعدة تشاكك فيه اعتقد انه مستوى البطولة التونسية متاعنا مايستحقش انه يكون موجود جوارديولا ومورينو معندها تشوفوا مدرب طراج الرياضي جامع عنده حتى فيكو لكن لما موجود يعني للصور وبالحق هارينا كان مساعد مدرب طاعت نقرش عنده مساعد ودوزين ما عنده مساعد ثاني مش مساعدة ولسي دي مساعد عشر انا انا كان نتفرج في ريال مدريد عشرة ما تشويت وربعة طولي يتريني لكلو او النادي الافريقي معنتها ولا الريال مدريد رو حاجة كبيرة برشا دونك المهم في النادي الافريقي اعتقد احنا عادة انه نقول وانه هكا الكلمة التي تتقال رصاصة الرحمة اعتقد انه الامريكي هذيا هو رصاصة الرحمة للديون وعلى مسؤولين النادي الافريقي ودارة النادي الافريقي انها تحصن تصرف المرة ذي وما تنساقش وراء بين الضفرين البشمرقة متاع الانتدابات وبشمرقة المال لانه تعرف سليم الرياحي وقت اللي جاء 2012 جاء محملا بالمال داروا بيه ولد بسم الله وتعرفوا اشنو صار من بعد اعتقد انه على ادارة النادي الافريقي انها تكون منتبهة باش ولد بسم الله ما يلقاوش مكان هل بشراوة كمالة بن خليل النادي الافريقي تقريبا بشراوه في مستوى لا انا طوى مرتاح في بلاستي هذي نعاون بلي النجم والمسؤولين يعرفوا لي قاعد نعاون بلي النجم وفي نفس الوقت مرتاح سؤال اخير كمالة بن خليل تقريبا ندي الافريقي في ان شاء الله سيزن جاية اللي راو فيه الحقيقة قاعدين يخدموا لحد لين مش كما ببعض جمعيات الاخرى عليش النادي الافريقي كل ما يعملوا حاجة بشي سحوا مع انترونير ولا غيره يعني تم العملية في ساعة في ساعة مثلا ما يسكوت في ساعة ما يخرجوا اللي دي تاي ايجا نقول لك لانه اني قتلك العشر سنين اللي صاروا شوف خلنا نفسر نعطي مثال بش تفهموه بنية تخليها عشر سنين بش يصير فيها بعض التشققات يدخلوا منهم دي فويت النادي الافريقي عاشر سنين تعاني ومثلا ماشي دارة مستقرة والرئيس اللي يجي حاربوه من الداخل ومن الخارج دونك عادي جدا نصير تسريبات لانه ما زال البنية صحيحة الرزينة المتماسكة ما زالت ان شاء الله هيكل يكون قاعد هيكل تخيل رئيس النادي يكون قاعد يبني في البنية هذية اعتقد انه ناجح الى حد الان دليلي على ذلك المدرب تونس كاملة تحكي على بولو جوان وتحكي على ريكاردو بريزيلي جاب لهم المدرب هذا الفرنساوي دونك اعتقد انه قاعد ناجح في الخدمة متاعه هيكل الامريكي نفسه المفاوضات من فيفري معاه وما سمع بها حد دونك على هيكل انه يكمل على المنوال هذا يسكر وذنيها على سورتو واني قتلك قبيليك الناس اللي تحب تتمعش وتحب يعني وكتبت انا استاتيو قلتولهم اللي شفته في نهائي الكأس اللي شفته في نهائي الكأس متاع كورتسالة ما يطمنش ما يطمنش من حيث شفته العباد معناتها اللي تجري ورلم الامريكي والناس وكل لهفة ما يلزمش يتعاود يلزم الراجل انخليوه ساقيه في القاعة بش يعاون بارك الله فيه لكن النادي الافريقي اكبر منه واكبر من الناس كل دونك ما يلزمش انفهموه زادا ما يلزمش هو يركب راسه يلزم يفهم لي هو صحيح بش يعاون النادي لكن راو بش يولي عنده ديمانسيان اخرى بالنادي الافريقي مازال حتى ما بداش بالكدام مازال ما تخلشي كواليس كواليس نادي الافريقي وتشهر يعني مش تفهم لي فريق نادي الافريقي شو راو اسمع راو نادي الافريقي راو حاجة اخرى ديمانسيان اخرى ما عندها حاجة من وراء العقل ما عندها ما ينجم يفهمها حد انا واحد مرة رسلني قلت له قلت له شوف ما نحبش نطلق تشبيهات لكن قلت له شوف النادي الافريقي تنجم تقول نعرشنا لفنومان غزة في العالم اسرائيل بلوبياتها بفلوسها بحكوماتها بالغرب باللي تحب انتي والشارع في العالم كامل يحكي على غز هذي كهي النادي الافريقي بمشاكلها باللي تحب انتي لشان تونس كاملة تحكي عن نادي الافريقي وختاما كاملنا بالخليل سيزون جاية تكاهنك عن نادي الافريقي اهم حاجة بالنسبة لي انا ندخلو الارد وازم سكرة زيرو دي ديون هذي اهم حاجة يبني فريق ما يكذب اللي بشيقول انه النادي الافريقي العام الجاي تكون مطالبة بلا قبل انا اللي نطلبه من هاي انه النادي الافريقي تبني فريق لا تبني فريق يلزمك تبني يلزمك تبني رول ازمة متاع النادي الفريقي هي كلها فلا يلزمني نعمل جمعية لا تعملش اخويا جمعية متاع عام بيش تخذ لا لأ ابني جمعية عالصح طب تلقى الغلى القدام هذي هو وأهم حاجة بالنسبة لنا أنه العام الجاي نلقاه فريق مكون من لعبين صغار وأوموجين ومع بعضهم ينجموا يبنيوا نواة متاع فريق يدوم سنوات هذا المهم